بداية النشرة الاقتصادية مساء الخير أقرى مجلس الوزراء في جلساته الأسبوعية التي عقدها برئاسة المهندس عماد خنيس رئيس المجلس أليت إجرائية جديدة لمنحي رخص وإجازات الاستيراد تحقق العدالة والتنافسية وتمنع الاحتكار بين المستوردين كما أقرى زيادة كميات البنزين المخصصة للمحافظات من مادة البنزين والبدء بتوزيع مادة المنزهود التدفئة تفاصيل أوفى في التقرير التالي ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الواقع السياسي والعسكري والخدمي والاقتصادي في مدينة حلب وفي ضوء المناقشات أقر إرسال كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضار والفواكه والمحروقات إلى المدينة وتأمين متطلبات صمود الأهالي ووضع الآليات الكفيلة بوصولها إلى حلب وفي ملف ذوي الشهداء والجرحة أكد المجلس على ضرورة الاستمرار برعاية أسر الشهداء وجرح الحرب وتقديم كل الدعم اللازم من خلال تطوير آليات العمل والإجراءات المتخذة بتقييم القانون رقم 36 لعام 2014 الخاص بحجز نسبة 50% من ملاك المسابقات في الجهات العامة لذوي الشهداء والطلاب من الوزارات تقديم أرقام بالأعداد التي تم تعيينها في المسابقات من ذوي الشهداء وقرر المجلس التوسع بإحداث مراكز خدمة المواطن وتعميم التجربة خاصة في الأرياف ما يحد من الأعباء الإجرائية والمالية على المواطنين وفي شأن الخدمي والاقتصادي أقرر المجلس زيادة الكميات المخصصة للمحافظات من مادة البنزين والبدء بتوزيع مادة منزوط التدفئة اعتبارا من 20 الشهر الجاري وبواقع 400 لتر لكل أسر على دفعتين كما أقرر وضع آلية إجرائية جديدة لمنح رخص وإجازات الاستيراد ولتحقيق العدالة والتنافسية ومنع الاحتكاريين للمستوردين وتلبي متطلبات التنمية الاقتصادية التي ترتكز على تحديد استيراد السلع والحاجات الأساسية اللازمة لتعزيز صمود البلاد والمواطن وفي ذات السياق سمح المجلس لمؤسس التجارة الخارجية باستيراد الحاجات والسلع الأساسية ودعم هذه المؤسسة من خلال إعطائها صلاحيات أوسع وتدريب العاملين فيها وكلف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية والصناعة والمالية والزراعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة تنفيذ آلية منح إجازات الاستيراد الجديدة وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيض أسعار النقل استعرض المجلس خطوات وزارة النقل للنهوض بواقع النقل البحري والجوي الأمر الذي يسهل حركة المواطنين وانسياب السلع والمنتجات خاصة الزراعية إلى الخارج وقرر المجلس وضع سيارات الشاحنة في بعض الوزارات تحت تصرف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف خفض أجور النقل وتعزيز عملية الشراء المباشر من المنتجين دون وسيط من قبل مؤسسات التدخل الإيجابي أصدر وزير الاقتصاد وتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالا القرار رقم 650 في تاريخ 14 من شهر أبل العام الحالي المتضمن تحدد بدلات الإشغال للأنشطة الاستثمارية والبدلات النوعية الأخرى في المنطقة الحرة بدمشق القرار بحسب وزارة الاقتصاد يهدف إلى توحيد بدلات الأنشطة المختلفة بشكل موضوعي وتسهيل آلية استفائها وتحفيز المستثمرين على ممارسة نشاطهم الحقيقية حيث تم اعتماد بدل الأشغال للمتر المربع في الأراضي المعدة للبناء بـ 20 دولار للطابق الأرضي و 15 دولار للطوابق المنفردة وللأبنية الجاهزة بـ 30 دولار وللطابق الأرضي و 25 دولار للطوابق المتكررة المنفردة زادت وزارة النفط والثروة المعدنية عدد طلبات مادة البنزين الموزع على محطات الوقود في كل المحافظات مصدر في الوزارة أكد أن زيادة الطلبات الموزعة أدت لانفراج واضح وتراجع ملحوظ في الازدحام أمام محطات الوقود وهذا ما كان أكده وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم في وقت سابق من الاختناق من أن الاختناق الحاصل في مادة البنزين عابر وسينتهي خلال أيام تزامنا مع طرح كمية إضافية من المادة باعا أعرب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عن تفاؤله بموازنة العام القادم 2017 نتجة وجود مؤشرة إيجابية في العملية الإنتاجية والعمل على إعادة هيكلية ضرائب بما يخدم خزينة الدولة دون ترتيب أعباء أو رسوم ضريبية جديدة على المواطن حمدان بيّن أن الاتجاه سيكون في موازنة عام 2017 نحو الانفاق الموجه بما يحقق الأهداف الموضوعة من قبل الحكومة وفق البيان الوزاري لدعم المواطن وخاصة الطبقة الفقيرة ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق ثلاث مستودعات يقوم أصحابها بالاتجار بالمواد الإغاثية حيث تم تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإغلاق المستودعات تفاصيل أوفة مع ميس أورفلي ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق ثلاث مستودعات في أحد أسواق دمشق يقوم أصحابها بالاتجار بالمواد الإغاثية حيث تم تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإغلاق المستودعات وحجز الكميات التي تم ضبطها والبالغة 18 طن من العدس والرز والحمص والفاصولية والبرغل والزيت وسلمت إلى اللجنة الفرعية للإغاثة بدمشق نتيجة إخبارية وسط بعض الأخوة المواطنين عن وجود أحد المعامل يقوم بغش مادة المنظفات الشامبو وخلافو استطعنا من خلال التحري والبحث والتطقيق نضع إيدنا على هذا المعمل موجود في بعض أحياء دمشق في البيوتات الدمشقية القديمة وعملنا على ضبط المواد المخالفة جميعها وجلبها إلى المديرية وتحويل الموضوع برمته إلى القضاء حسب الأصول التجار المخالفون قاموا بإعادة تعبئة هذه المواد وبيعها في الأسواق على أساس أنها ماركات أو مباشرة من الفلاحة كما تم ضبط كمية من زيت الزيتون المخشوش وتقدر بـ 33 عبوة سعة كل منها 16 كيلوغرام كافة المواطن يضم ضبط عبارة عن ماركات عالمية مزورة وهذه الإشكالية الكبيرة والموضوع أن أخي المواطن يشتري ماد ماركة يعتبر أن ماركة جيدة ومهددة مفيدة صحيا وبالتالي يكون عنده ثقة وأطمئنان إلى ما يعرف أن هذه المادة مضرة ومخالفة للمواصفات لأن التركيب الموجودة في هذه العبوات الشامبو وخلافه مخالفة للمواصف القياسية السورية كمية كبيرة من المواد والسلع المعروفة من المنظفات والشامبو من ماركات عالمية معروفة تم ضبطها حيث قام أصحابها بتزوير هذه المواد وتعبيئتها وترحيها في الأسواق بقصد غش وتضليل المواطنين ميسور فليل أخبارية السورية دمشق أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا ستتصدر في العام الزراعي المقبل قائمة أكبر الدول المصادرة للقمح في العالم الوزارة أفادت في بيان أن حجم صدرات روسيا التي احتلت في العام الزراعي الماضي المركز الثاني عالميا بعد الاتحاد الأوروبي سيزداد بمقدار أربعة ملايين طن ليبلغ ثلاثين مليون طن وهذا الرقم غير مسبوق بالنسبة لروسيا وقد يتيح لها تحقيق الصدارة في أسواق القمح العالمية لأول مرة في تاريخها نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن علي كاردور المدير العام لشركة النفط الانية الإيرانية قوله أن بلاده ستضخ ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف برميل من الخام يوميا وتصدر مليونين ومائتي ألف برميل يوميا وبحسب مسح أجرته رويترز فقد ضخت إيران ثلاثة ملايين وستمائة وعشرين ألف برميل يوميا في شهر تموز هذا وكان وزير النفط الإيراني بيجين زينغنا قد قال الأسبوع الماضي أنه يريد رفع الإنتاج إلى أربعة ملايين وستمائة ألف برميل يوميا في غضون خمسة أعوام مما يفوق مستواه قبل العقوبات حين كان يتراوح بين الثلاثة ملايين والأربعة ملايين برميل يوميا والآن ننطق المشاهدين إلى أسعار العملات والمعادن ونبدأه بسعر صرف الدولار نشرت أسعار مصرف سوريا المركزي حيث سجل دولار في المصرف المركزي 487 ليرة و42 قرشا أما شركات أصراف فقد سجل فيها دولار 487 ليرة و42 قرشا اليورو في المصرف المركزي 540 ليرة و33 قرشا وفي شركات أصرافة 543 ليرة و92 قرشا أسعار الذهب العالمية فيها سعر الأونسة عالميا سجلت 1350 دولارا للأوقية الواحدة أما أسعار الذهب السوق المحلية فسجل فيها جرام ذهب عيار 21-20100 ليرة سوريا وقرم الذهب عيار 18 سجل 17228 ليرة سوريا أخيرا مشاهدين أسعار النفط العالمي فيها سعر خامبر 48 دولار و60 سنة أما الخام الأمريكي فقد سجل 46 دولارا ترجمة نانسي قنقر